اهلا بكم عزيزي طلبة وطالبات صف الاول الثانوي مع درس جديد من دروس فرع الجبر ودرسنا النهاردة بعنوان تحديد نوع جذري المعادلة التربعية نبدأ مع بعض مع تذكر ان المعادلة التربعية اللي درسناها من قبل على الصورة الف سين قس اتنين زائد بق سين زائد جين بتساوي سفر وخلي بالك معايا ما ينفعش الف تساوي سفر لان لو بقت الف بسفر يبقى عندنا المعادلة دي مش تبقى معادلة تربعية هتبقى معادلة من الدرجة الاولى للحصول على جذري المعادلة اللي من الدرجة الثانية في مجهول واحد اخدناها من قبل ليها طريقتين الطريقة الاولى الحل الجابري الطريقة التانية الحل البياني النهاردة هنشتغل في الحل الجابري في طريقة الاولى ان احنا نحلل عملية التحليل اللي خدناها التحليل المجدار السلاسي الطريقة التانية بالقانون العام فكلتا الحالتين دولت احنا بنحصل على جذري المعادلة اللي هما مجموعة حل المعادلة لو تفتكر معايا تعالى معايا علشان نحدد نوع الجذرين نعمل ايه؟ هنوجد قيمة باقوس 2-4 ألف جيم ده مسامة جديدة عندنا بنسميه المميز أو المميز اللي هو تحت الجذر التربيع للقانون تعالى معايا المميز زود لو بقى قيمته أكبر من سفر هنعرف من خلال القيمة بتاعته نوع الجذرين ولو بقت قيمته بتساوي سفر والحالة الثالثة والأخيرة أن قيمته تكون أقل من السفر هيترى لو بقت أكبر من السفر هنقول عندنا يبقى نوع الجذرين جذرين حقيقيان مختلفين طب لو بقت قيمته بتساوي سفر هيبقى الجذرين عندنا حقيقيان ومتساويان الأخير عندنا أقل من السفر هيكون الجذرين مركبان غير حقيقيان تعالوا معايا نحدد نوع الجذرين للمعادلة التربعية دي سين قس 2 زائد 2 سين ناقص 2 بتساوي سفر معادلة التربعية تعالوا معايا أول خطوة لازم نحصل على قيمة ألف وباء وجيم هنحل بالقانون العام عندنا علشان القانون العام يستخدم لجميع المسائل ألف عندنا بكام يا شباب؟ وهو معامل سين قس 2 بكام؟ بواحد باق عندنا يا شباب اللي هو معامل سين بأشارته باتنين جيم عندنا اللي هي الحد المطلق أو الحد الخالي من سين بيساوي كام سالب اتنين المميز عندنا اللي هو به قس 2 مقص 4 ألف جيم هنعوض عن ألف وباء وجيم هنحصل على قيمة المميز بتساوي 12 12 أكبر من السفر لأنها قيمة مجابة وبالتالي يكون الجذرين عندنا حقيقيا مختلفين تعالوا معايا نشوف مثال تاني حدد نوع الجذرين معادلة التربعية سين قس 2 زائد 8 سين زائد 16 بتساوي سفر نفس الكلام هنحصل على ألف اللي هي بواحد وباء اللي هي بتمانية وجيم اللي هي بستاشر ومنها المميز اللي هو باء قس 2 مقص 4 ألف جيم هيساوي سفر قيمة بتاعتها تكون بكام؟ بسفر والقيمة لما تكون بسفر قولنا يبقى الجذرين حقيقيين متساويين مع مثال تالت حدد نوع جذرين معادلة التربعية اتنين سين قس 2 زائد 6 سين زائد 5 بتساوي سفر هنحصل على قيمة ألف وباء وجيم قيمة ألف عندنا باتنين لو معامل سين قس 2 وباء بستة وجيم بتساوي 5 ومنها نحصل على المميز باء قس 2 نقص 4 ألف جيم اللي هيطلع قيمته بسالب أربعة وطبعا سالب أربعة قيمة سالبة أقل من السفر يبقى هيكون عندنا الجذرين مركبان غير حقيقيين حدد نوع جذري المعادلة التربعية سين زائد 9 على سين بتساوي 6 هنجد هنا شباب أن عندنا المعادلة دي مش جهزة الشكل العام لها للوهلة الأولى هي مش معادلة تربعية لكن وجدنا هنا عندنا فيه سين موجودة في المقام عايزة تخلص منها يبقى هعمل إيه أقول بالضرب فيه سين هنحصل على المعادلة بالشكل التالي سينة ما نضربها في سين هيديني سين قس 2 زائد أما أضرب المقدار ده في سين هنختصر سين مع سين يتفضل لتسعة هنضرب الستة في سين هيديني ستة سين نرتب المعادلة تبقى سين قس 2 نقس ستة سين زائد تسعة بتساوي سفر ومنها نحصل على قيمة ألف وباء وجيم قيمة ألف اللي هي واحد وقيمة باء سالب ستة ما تنساش بناخد المعاملات عندنا ألف وباء وجيم بإشارتهم لازم أخذ الإشارة معايا جيم هتساوي كم يا شباب تسعة ومنها نحصل على قيمة المميز اللي هو باء قس 2 نقس أربعة ألف جيم باء قس 2 باء اللي هي سالب ستة قس 2 نقس أربعة في ألف اللي هي بواحد في جيم اللي هي بتسعة نحصل على النتيجة بسفر طالما القيمة عندي بائت بسفر يبقى هنا الجذرين حقيقيين ومتساويين اثبت أن جذري المعادلة التربعية سين قس 2 نقس أربعة سين زائد خمسة بتساوي سفر مركبان غير حقيقيين ثم أوجد الجذرين طالما كده عايزين نعرف الجذرين نوعهم إيه يبقى لازم نحصل على قيمة ألف اللي هي واحد وباء اللي هي سالب أربعة وجيم اللي هي بخمسة معاملات سين قس 2 والسين والحد المطلق ومنها هنبدأ عندنا نحصل على المميز بتاعنا اللي هو باء قس 2 نقس أربعة ألف جيم نجيب عندنا باء قس 2 اللي هي سالب أربعة قس 2 نقس أربعة في ألف اللي هي بواحد جيم اللي هي بكامة شباب بخمسة هنحصل على نتيجة سالب أربعة لاحظ معي القيمة أقل من السفر يبقى الجذرين عندنا يا شباب هنا هيكونوا مركبان غير حقيقيين تمام ده كان الجزء الأول هو عايز يثبت أن هم مركبان غير حقيقيين بيقولي ثم أوجد الجذرين يبقى احنا هنا هنوجد الجذرين هنوجد الجذرين إزاي؟ بالقانون العام سالب باء عندنا موجب أو سالب الجذر التربيع اللي هو المميز الكل على 2 ألف سالب باء بقى عند بسالب أربعة يبقى سالب باء تبقى أربعة موجب أو سالب الجذر التربيعي للمميز دوت إحنا جبناه اللي هو باء تربيع ناقص أربعة ألف جيم جبناه فوقه كان بكام يا شباب؟ بسالب أربعة مظبوط يبقى سالب أربعة على 2 ألف يعني 2 في قيمة ألف ألف أهي عندي يا شباب في الأول بكام؟ بواحد هنحصل على أربعة موجب أو سالب طبعا الجذر التربيعي لسالب أربعة أخدنا درس الأعداد المركبة جذر التربيعي لسالب أربعة هيبقى عندنا 2 تاء الكل عندنا على 2 وبالتالي ناخد 2 عامل مشترك يتفضل 2 موجب أو سالب تاء الكل على الاتنين نختصر الاتنين مع الاتنين لنحصل على الجذرين اللي هم هيكونوا 2 موجب تاء و2 سالب تاء اثبت أن جذري المعادلة التربيعية 3 سين قس 2 مقص 6 سين زائد 3 بتساوي سفر اثبت أن الجذرين دولت حقيقيان متساويان ثم أوجد الجذريين نفس الكلام عايزين نوجد نوع الجذرين ويطلعها حقيقيان متساويان وبعدين عايزين نوجد الجذرين قيمة ألف عندنا بكام يا شباب 3 قيمة باق سالب 6 قيمة جيم 3 هنحصل على المميز المميز عندنا اللي هو باق قس 2 ناقص 4 ألف جيم باق عندنا بسالب 6 يبقى سالب 6 أس 2 ناقص 4 في ألف بتلاتة في جيم بتلاتة نحصل على القيمة سفر طالما القيمة عندنا تساوي سفر يبقى الجذرين ما لهم يا شباب حقيقيان متساويان وده كان أول جزء مطلوب مني أثبت إن الجذرين حقيقيان متساويان الجزء الثاني اللي هو عايز مني أجيب الجذرين واتفقنا نستخدم القانون العام سالب باق يبقى ستة لإن باق بسالب ستة موجب أو سالب الجذر التربيات المميز إحنا قيمته جبناها فوقها في الخطوة طلع قبلها طلعت بكام؟ بسفر تمام على اتنين ألف اتنين في قيمة ألف بكام قدامي؟ بتلاتة نحصل على القيمة ستة موجب أو سالب سفر على الستة طبعا لو جربنا ستة زائد سفر على الستة هيديني كام؟ واحد وستة مائل سفر على الستة هيديني كام؟ واحد حصلت على الجذرين الجذرين هنا يا شباب كام وكم قدامي؟ واحد واحد يبقى الجذرين فعلا حقيقيان ومتساويان وبكده نكون هنا الجذر الأول من درسنا تحديد نوع جذرين المعادلة التربعية درسنا فيه إزاي نحصل على نوع الجذرين عن طريق المميز وعرفنا إن فيه ثلاث أنواع لجذرين المعادلة لأنه يبقى الجذرين حقيقيان مختلفان حقيقيان متساويان مركبان عندنا غير حقيقيان تطبيقات على تحديد نوع جذرين المعادلة التربعية تعالوا معايا هنعمل إيه يا شباب؟ هنجيب عندنا المميزة مستر ما اتفقنا عشان أحدد نوع الجذرين لازم أحصل على قيمة المميز علشان أقدر أحدد من خلال القيمة دي نوع الجذرين إيه؟ عندنا المميز هيبقى بقى قس 2 يبقى خمسة قس 2 ناقص أربعة في ألف اللي هي تنين في كاف المفروض ده كله يا شباب يبقى عندنا بيساوي كام سفر ليه يا مستر جبتها مين بتساوي سفر دي من قبل ما تحصل على القيم أقول لك إيه هتنسى هو قال لك الجذرين حقيقيان متساويان الجذرين حقيقيان متساويان يبقى لازم قيمة المميز تساوي سفر ومنها نحصل على خمسة وعشرين مائس تمانية كاف هتساوي سفر ونحصل على قيمة كاف يا شباب اللي هتكون خمسة وعشرين على التمانية يبقى عندنا قيمة كاف تساوي خمسة وعشرين على التمانية ده اللي هيخلي الجذرين يبقوا حقيقيان ومتساويان تعالوا معي نشوف مثال تاني من خلال المثال دو لازم يكون المميز أكبر من السفر نحصل على قيمة ألف بواحد قيمة باق باربعة قيمة جيم بكاف من خلال دوت هنبدأ نعوض عندنا في المميز بتاعنا اللي هو باق قسة اتنين ناقص أربعة ألف جيم لازم يكون ايه شباب سالب أكبر من السفر يبقى أنا هنا يبقى عندي أربعة قسة دين ناقص أربعة في واحد في كاف أكبر من السفر ومنها نحصل على ستاشر ناقص أربعة كاف أكبر من السفر يعني سالب أربعة كاف أكبر من سالب ستاشر ومنها نحصل على قيمة كاف تبقى أقل من سالب ستاشر على سالب أربعة يعني كاف أقل من أربعة خلي بالك معي وأنا بأسم على معامل الكاف اللي كان سالب أربعة أنا عكست علامة التبايل ما تنساش دي حاجة قديمة واخدنها من المرحلة السابقة المرحلة الإعدادية كنا عارفين نبأسم على عدد سالب إيه اللي بيحصل؟ بنعكس علامة التبايل تمام حصلت على كاف أقل من الأربعة دي طريقة لكتابة الحال الطريقة الثانية نقول يبقى كيمة كاف تنتمي إلى الفترة المفتوحة عندي من سالب مال نهاية إلى أربعة إذا كان ألف عددا حقيقيا فاثبت أن جذري المعادلة التربعية أربعة سين قس اتنين مقس اتناشر ألف سين زائد تسعة ألف قس اتنين زائد أربعة بتساوي سفر غير حقيقي يعني عندنا الجذرين عايزين نثبت أنه هم غير حقيقي يعني مركبان غير حقيقي أيوة مزبوط يعني إيه مستر يعني عندنا المميز لازم يكون عامل إزاي ها أكبر ولا أصغر ولا يساوي سفر أي ممتاز طالما غير حقيقي يبقى مركبان غير حقيقي يبقى المميز لازم يكون أقل من السفر عندنا قيمة ألف اللي هي معامل سين قس اتنين مربعة قيمة باق اللي هي معامل السين سالب اتناشر ألف الحد المطلق أو الخالي من سين خلي بالك يا شباب هو الباقي كله ولازم المعادلة تكون بتساوي سفر يبقى جيم عندي تسعة ألف قس اتنين زائد أربعة اتفقنا إن المميز عندنا اللي هو باق قس اتنين ناقص أربعة ألف جيم عندنا هنشوف يطلع بيه ساوي كام هنعوض عندنا المميز يبقى باق سالب اتناشر ألف لكل قس اتنين ناقص أربعة في ألف عندنا باربعة في جيم تسعة ألف قس اتنين زائد أربعة لما نحصل على دوات هيديني مية أربعة واربعين ألف قس اتنين عندنا سالب أربعة في أربعة بسالب ستاشر في تسعة ألف قس اتنين زائد أربعة يبقى مية أربعة واربعين ألف قس اتنين سالب ستاشر في تسعة سالب مية أربعة واربعين ألف قس اتنين عندنا سالب ستاشر في موجب أربعة بسالب أربعة وستين هلأ هنختصر دمعة ده الناتج بتاعي يطلع كين سالب أربعة وستين قيمة سالبة قيمة أقل من السفر طالما القيمة أقل من السفر يبقى الجذران هيكونوا ايه يا شباب؟ ممتاز غير حقيقيا تمام ممتازين يا شباب وده اللي كان طالبه مني فوق يثبت ان الجذران غير حقيقيا ملحوظة في المعادلة التربعية يا شباب إذا كان ألف وبق وجين ايه يا مستر ألف وبق وجين؟ اه ممتاز رد عليه معاملات سين والستين والسين والحد الخالي من سين أعداد نسبية فاكرين الأعداد النسبية اللي كنا شرحناها في أول درس في المنهج بتاعنا والمميز عندنا مربعا كاملا ايه مربعا كاملا دي يا مستر؟ يعني عدد أقدر أجيب الجذر التربيعي بتاعه تمام فإن الجذرين حقيقيين نسبيين يعني الجذرين عندنا هيطلعوا حقيقيين ويكونوا كمان إيه؟ نسبيين تعالوا معي مثال ثلاثة سين قصة اتنين ناقص خمسة سين ماقص اتنين بتساوي سفر نحصل عندنا على قيمة ألف وبا وجين قبصناها يا مستر خلاص عندنا ومن خلالهم نحصل على ألف دي أعداد نسبي ثلاثة عدد نسبي سالب خمسة عدد نسبي سالب اثنين عدد نسبي تعال نحصل على المميز هيبس سالب خمسة مصد اثنين ناقص أربعة في ألف بتلاتة في جين بسالب اثنين هيديني خمسة وعشرين زائد أربعة وعشرين هيديني تسعة واربعين ركز معايا تسعة واربعين ده عدد مربع كامل ومش مربع كامل؟ آه مربعا كامل ليه؟ لأن نقدر أحصل على الجزر التربية جزر التسعة واربعين عندنا هيطلع كامل سبعة يبقى هنا ده مربعا كاملا اتحققت عندي القاعدة بتاعتي إن ألف وباء وجيم أعداد نسبي واتحقق عندي إن المميز بتاعي مربعا كاملا يبقى الجزرين بتوعنا هيكونوا حقيقيا نسبيين حقيقيين نسبيين طب يا مصر أنا يعني مش بالأكد أقول لك تهالة معايا بالتأكد نعمل إيه؟ نحصل على الجزرين إزاي نحصل على الجزرين حدا يقول لي أيوة من خلال القانون بتاعنا العام سالب بقى بقى عندنا بسالب خمس يبقى خمس موجب أو سالب الجزر التربيع المميز إحنا جبناه مصر أهوط فوق عندي اللي قيمته كانت تسعة واربعين على اتنين ألف اتنين فيه ألف بكام؟ أيوة تمام؟ بتلات يبقى عندنا خمسة موجب أو سالب جزر التسعة واربعين اللي هو سبعة على الست يبقى الجزرين عندنا يا شباب هيكونوا خمسة زائد سبعة على الستة وده هيبقى اتناشر على الستة يطلع اتنين وخمسة نقل السبعة على الستة هيساوي سالب اتنين على الستة سالب واحد على التلات لاحظ معايا يا شباب عندنا هنا الجزرين هيكونوا كم وكم اتنين وسالب واحد على التلات دول الجزرين إيه؟ نسبيان اللي اتنين عدد نسبي والسالب تلت عدد إيه؟ نسبي تلات القاعدة بتاعتنا طبقناها أعداد نسبي ملحوظة تانية يا شباب بتقول إذا كان ألف وباء وجيم أعداد حقيقية عندي أعداد إيه؟ حقيقية ما قالش نسبية زي المرة اللي فاتت لو تفتكر معايا والمميز بتاعنا أقل من السفر آه أيوة أقل من السفر يكونوا إيه؟ ممتاز الجزرين مركبان غير متساويين ممتاز بيقول لي بقى القاعدة هنا بتقول لي إيه؟ لو كانوا أعداد حقيقية والمميز أقل من السفر يبقى الجزرين هيكونوا مركبان أنت ما إحنا عارفين يا بس بس مترافقان عددين مركبان مترافقان تعالوا معايا نطبق في القاعدة في المثال ونشوف قاعدتنا سليمة ولا مش سليمة ألف بكام عندنا؟ واحد بقى عندنا بكام؟ سليب اثنين جيم بكام يا شباب؟ باتنين عندنا المميز بتاعنا هنجيب المميز عندنا هيكون بقى قس تنين ناقص أربعة ألف جيم بيساوي سالب اثنين قس تنين ناقص أربعة في ألف بواحد في جيم باتنين الناتج دوت هيديني أربعة ناقص ثمانية هيديني سالب أربعة لاحظنا مع بعض أن المميز طلع عدد سالب أقل من السفر صح؟ أقل من إيه؟ من السفر بتأكد شوية شوية معايا من الملخوزة بتاعت يبقى كده فعلا الجزرين يا مصر هيكونوا مركبين غير متساويين تعال نكمل عشان نتأكد أن هم كمان هيكونوا إيه؟ مترافقين أتأكد إزاي مصر أقول لك تعال نجيب عندنا الجذرين سالب به هيبقى اثنين مجب أو سالب الجذر التربيعي البق تربيعي ناقص أربعة ألف جيم المميز يا مصر إحنا جبناه كم؟ سالب أربعة على اثنين ألف اثنين في واحد يبقى نحصل عندنا اثنين مجب أو سالب اثنين ته على الكنين هناخد طبعا عندنا اثنين عامل مشترك تفضل لواحد مجب أو سالب ته على الكنين نختصر الاثنين مع الكنين يبقى واحد مجب أو سالب ته ومن هنا هنحصل على الجذرين بتوعنا هيكونوا واحد زائد ته و واحد ناقص ته لاحظ معايا العددان دولت مركبان غير حقيقيين ومترافقان آه فاكر معايا العددان المترافقان اللي هو كنت بنقول الجزء اللي عندنا التخيلي بنغير إشارة هنا مجب ته هنا سالب ته وبكده يا شباب نكون نهينا تحديد نوع جذرية المعادلة التربعية اللي درسنا فيه تطبيقات على تحديد نوع جذرية المعادلة التربعية وملحوظات عندنا كانت مهمة واشوفكو في الحلقة القادمة مع درس جديد من دروس الجبر وإلى اللقاء اشتركوا في القناة